تحياتي وأهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كروي اللي بيجيكم مني أنا محمد عواز حلقة اليوم بدأ نناقش فيها قضية مشهورة الآن إعلاميا والجميع متابحها من سيكون رئيس برشلونة المقبل وفي هذه الحلقة مش هنتوقع من حيفوز هنحاول نوصل إحنا وإياكم بالتعليقات مين الرئيس الأفضل لبرشلونة لابورتا بتاريخه ولا فيكتور فان بأفكاره اللي تبدو منظمة هحكي أنا من نسبة إيجابيات والسلبيات اللي شفتها على كل واحد وهذه مجرد وجهة نظر إلي واتذكروا نقاش كروي أنا مجرد واحد عم بعلق معكم بالتعليقات بس بعلقها بالصوت وبعدها بالتعليقات بدي بينكم سواء كنت مشجع لبرشلونة أو متابع لقضية تترك لي وجهة نظرك الكاملة والشاملة عشان نقرأها كلنا ونستفيد منها مع بعض لابورتا واحد من أقوى إيجابياته علاقاته القوية جدا مع وكلاء الأعمال يعني على أغلب كل الوكلاء السوبر اتعامل معهم وهذا معناه حيقدر يسهل بعض الصفقات حيقدر يعمل نوع من الصفقات المرنة في ظل الأزمة المالية وأيضا عنده علاقات أكيد مع بعض الأندي اللي حد ساعده يبدأ بسرعة مشروعه الرياضي أسرع من بكتور فون ثانيا من إيجابياته إنه هو طموح ما بيحب التدرج مستعجل بده يجيب الأرقاب بده يجيب النجاحات جمهور برشلونة الآن مستعجل عطشان هو طموح وعنده طموح رياضي كبير وعنده رغبة إنه برشلونة دائما يكون مبدئيا هو بالنسبة له أفضل من رياع مدريد ولما تكون أفضل من رياع مدريد معناها هتصير بالتوب في أوروبا بكل بساطة ثالثا أدار مشروع رياضي في الماضي ومشروع رياضي ناجح مشروع رياضي الأول كان ناجح من سيطر صح اللماسية مع المواهب مع شراء النجوم كان متوازن متنسخ وجايب بعانا ناس الأسماء اللي طلعت أسماء فهماني بالمشروع الرياضية إذن مشروع رياضي يبدو مؤمن في أنت كمشروع طموح كمشروع بقدر ينظم وبيقدر يروح فيه لبعيد ويعمل توارد وتغيير ويعمل تبادل بين الأجيال على مدى الوقت رابعا ومن أهم إيجابياته إنه مؤمن بنوعية كرة القدم ومش النتائج بس طبعا كثير مننا بلشنا نعاني بمشاهد برشلونة لأنه تعودنا أنه برشلونة هو المتعة في كرة القدم صرنا نعاني مع فالفيردي مع غيره حتى مع كومر بعض الأحيان ومباريات مملة من زي برشلونة اللي تعودنا عليه برشلونة بصعر فريق نتائج بعض الأحيان وهذا الشي مش برشلونة وهذا الشي مش لابورتا فهل برشلونة بيستعيد مدعته مع لابورتا هذا الواضح إنه ما رح يتنازل عنه خامسا هو أكيد حيروح على ماسيا بشكل أكثر قسوة أو خلينسميه أكثر عدوانية من فونت مش هيتدرج بدي لماسيا أنا بدي لماسيا تكون موجودة بدي الجين اللماسي بالفريق الأول حيسرع وصول بعض اللاعبين وحيتجرع يوصل بعض اللاعبين لهناك وهذا الشي جمهور برشلونة بيحبه زي ما بنعرف سادسا نظريا هو الوحيد القادر يرجع أحسن مدرب بالنسبة لجمهور برشلونة في العالم وفي الكون وفي الكواكب الأخرى بيب غوارديولا غوارديولا إذا بدي يرجع مش هيرجع مع فونت هيرجع على أغلب مع لابورتا ما بتكلمش يرجع الآن ممكن أن يرجع بعد سنة بس رجعت غوارديولا تعني رجعت برشلونة في قمة أسلوب كرة القدم ورجعت المشروع والفلسفة كلها اللي غادرها غوارديولا لما غادر لابورتا إذن هذا الجزء أيضا إذا فيه شخص ممكن يخلي ميسي ياخد خطوة لورا إذا هو مقرر يطلع فهو أيضا لابورتا إذن كلمته مسموعة عند أشخاص جمهور برشلونة بحفظهم ومن إيجابياته المهمة بالنسبة اللي بتدل أنه عم بيشوف المشروع الرياضي بشكل أفضل من فونت أنه متفهم عمل كومن ربما الناس بيجي تقول لك كومن خرج من البطولات كومن لا يفوس كومن لا يتأهل كومن 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 والمباراة الكبيرة بس كومن بالنسبة للمعطيات من إصابات من ظروف نفسية صعبة مار فيها الفريق من أصلا خيارات قليلة بعض الأحيان كلها قدر يعطي أفضل شيء ممكن بتشوف فيه تقدم فيه اسلوب بعض الأحيان لو لا ضيعت الفرص ممكن بينه بين أثرتك ونقطتين ثلاثة ويعني أمور كثيرة كانت عم بتحاربه وهو رغم ذلك قدر يطلع بشكل مقبول للفريق طلع بطلع أوكي مباراة بريسان جرمان كانت مسيئة ومخزة وعمل فيه أخطاء لكن مباراة بس كمشروع كبروغرس في الموسم الأول والجميع بعرف أن الموسم الأول موسم انتقالي مش موسم ألقاب عمل شيء تفهم لابورتا لهذا الشيء خليني أقول لابورتا رجل اللي بياخد الأمور بمنطقية واقعية في محيث وجهة النظر الرياضية هذه إيجابياته شو سلبياته أول شيء أنا خايف من تناقضه اللي صدر وطلع في أكثر مكان الرجل طلع بيقول لك تشافي لسه بده وقت عشان ينضج رغم أنه لابورتا نفسه اللي حطي جوارديولا بدور خبرة واللي جاب ريكارد بعد ما كان مهبط فريق هولندي لأول مرة في تاريخ الفريق هولندي بيهبط رح أعين لي ريكارد مرتين عام الموقف مفيش فيها خبرة في شهن يضج فهل لابورتا بده يدخل عبرشلونا ويبدأ معركة الأشخاص اللي معاي واللي ضدي مرة تانية لأنه هذه هي مشكلة برشلونا في السنوات الأخيرة هذا اللي بيسر بالأخبار ويسر بالمشاكل ويطلع المشاكل والتوتر والإعلام هي هذه المشكلة فهل هو مش بدي يكون تصالحي مع الماضي أولا ومع المنافسين ثانيا من دون هذه خطيرة هذا التناقض بخليك تقول طب الزلمة اللي حكى الناياة الثانية ساد يقول لك الذاب فيه بخليك تشك وهذا حقك ثانيا بالفترة القديمة إلو مع برشلونا كانت ناجحة رياضيا لكن نهايتها ماليا كانت أسست لعهد ديون برشلونا اللي ضرب برشلونا ماليا واللي خلى برشلونا مثقل بالديون بدأت في فترة لابورتا طبعا وزادوا عليها من بعده مشروعه المالي المطروح حتى الآن حسب كل الخبراء الماليين اللي قاعد بقرأ تعليقاتهم على الموضوع بقول لك غير واقع وكرت القدم مش بس رياضة عشان يكمل النجاح الرياضي لازم النجاح المالي وراه وإلا حتضطر لتبيع كل عيبتك في النهاية وحتضطر لتصير عليك الديون والبطل تشتري والبطل تعرف شي وحتتتورد فالنجاح المالي أساسي في النجاح الرياضي في العصر الحديث لكورت القدم ولا واحد فيهم بسبق الثاني فعليا أو بالعكس يعني ممكن المالي بيسبق الرياضي بس الرياضي مستحيل يسبق المالي مستحيل تعمل نجاحات رياضية لثلاث سنوات وانت تدفعش للعيبة رواتب فهذه مسألة واضحة مشروع المالي واضح أنه مشكوك فيه جدا إلا إذا قدر يجيبه برائع حستو من الأفكار اللي عم بيحكيها حاليا السلبية الثالثة اللي عنده أنه بتحس الرجل حابب ينسخ الفكرة اللي عملها بألفين وثلاثة وكورت القدم بألفين وثلاثة شيء آخر عن اللي منعيشها الآن مختلف تماما من حيث الفكرة الرياضية والفكرة التسويقية والفكرة الكروية وحتى أهمية الجودة الفردية في اللقاء تغير كل شيء يعني هو الرجل هذا بألفين واربعة واربعة وخمسة راح أشترى تسع لاعبين بصيف واحد هذا مستحيل الآن تعملوا بكورت القدم وتدخل الموسم وتمشي كويس لأنه أولا هتفقد كل توازنك وثانيا مستحيل تعملها عشان قوانين اللعب المالي النظيف أما السلبية الأخيرة فهو كثير يعني بتحس مهوس هوس باسم كرويف يعني أحسن شيء صاري في حياتي إنهم قالوا لي لو يهاني كرويف موجود لسوط لك وراح جاب ابن كرويف معه كثير مهوس بفكرة كرويف الآن ما حكيش إن كرويف لازم خلص ترميه وتنساه لا بس بقول إنه كرة القدم اللي زراحها كرويف في عقلك وزراحها ببرشلونة اتغيرت ونضف عليها فالهوس أو الهوس بالأسماء أو الهوس ببيع العواطف أنا بحبوش أنا شخصيا ما بحبه بيع العواطف بيع الأيقونات وهذا ما بحبه فعشان هيك أنا بحب إنك تعطيني أفكارك هذا الهوس والرهان على الأسماء 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 بخوفني إنه لابورتا ممكن يفوز بالأسماء بس ممكن لابورتا ما عنده هذا المشروع الكامل رياضيا إداريا وأيضا ماليا ننتقل لفكتور فون اللي هو المرشحة الأهم أمام لابورتا من أهم إيجابياته لفكتور فون هذا الرجل اللي ما بيعرف هو أحد المؤسسين لشركة اسمها بلتا الاستشارات وهي شركة استشارات مالية للاستثمارات في مجال الإعلام والاتصال وأيضا التطبيقات التكنولوجية وهو بدير أكثر من مدين مستشار في هذا المجال وهذه الشركة طبعا اللي ما بيعرف كمان مقرها الرسمي أصلا في دبي وشركة عالمية الآن هذا الرجل بهذه العلاقات مع المستشارين الكبيرة بعمله على مشاريع استثمارية واضح جدا من كلامه عنده مشروع استثماري تسويقي اقتصادي للنادي حيكون مرتب منظم وعلى الأغلب بنسبة كبيرة حيضيف مشاريع رقمية إضافية لبرشلونة تجيب دخل زيادة للنادي حتى من الانترنت مش بس من العمل الرياضي التقليدي اللي بنعرفه هذا أكيد الشيء الثاني هو جاي من بيئة عمل محوكمة يعني ما فيش قصة بارتوميو والعقود وهاي حيحط شروط وقوانين وسياسات داخلية على الأغلب تضمن أنه موظفين ببرشلونة في الداخل ما يعمل مخالفات إدارية مالية ويضمن أنه يحط نوع من المصايد لأي مخالفات عشان هذه واحدة من المشاكل اللي قادت برشلونة مع آخر ثلاث رؤساء لإله ولازم تنحل فيكتور فونت بناءا على خبرته كثيرة مهنية على الأغلب عنده الناس اللي حلوا هذه المشكلة ولان علمة وصلت مع محامين لفكتور فونت بيشتغلوا معاه كنت عم بحاول أخذ منه مقابلة لكن للأسف ما لحقنا زلم مضغوط يعني الجميع بيكلم عن هذه الناحية إحنا أهم شيء نزرع الحوكم أهم شيء نسرع الرقابة الشفافية داخل النادي وهذا الشيء محتاجه برشلونة عشان يستقر لقداما فيه إيجابية ثالثة لاحظتها بكلامه من كلامه عن التشافي عن المشروع الرياضي واضح أنه مش حبي يتدخل فيه فهم حدوده فيه ناس تفهم رياضة أحسن مني تفهم كرة أحسن مني أنا إداري فواضح هذا الشيء مهم وهذا الشيء صار موجود حتى بأنديد إنجلت من يدير شيء ومن يدير المشروع الرياضي شخص آخر بشكل نوع من الاستقلالية بدون تدخلات زيادة من شخص هو رئيس فاز بالانتخابات لأنه مشهور فعليا ومؤثر في الوسط الكتالوني وهذا الشيء إيجابي لإله من يسمعه كثير بكرر اتشافي سيقود المشروع الرياضي اتشافي سيقود المشروع الرياضي مش هو في تصريحاته فيما يتعلق بالمشاريع بالتطور تع برشلونة بالتحول المالي بالتحول الملعب كل شيء الرجل واقعي من كلامه هو واقعي بتكلم علمي يعني أساسا هذه الواقعية محتاجها برشلونة الآن محتاجها لأنه ممكن يخسر ميسي محتاجها لأنه الوضع المالي سيء لبرشلونة أكثر من أي نادي آخر محتاجها فلأنه برشلونة محتاج الواقعية هو هذا الرجل واقعي أكثر من لابوردا أيضا هو قال أنه مؤمن بلماسيا وهو جاي بتشافي والمفروض تشافي يكون مؤمن بلماسيا رغم نعرف إحنا أي حدا حيطلع يترشح في برشلونة الآن حيقول أنا مؤمن في لماسيا عشان واحدة من النقاط اللي بيجيب لك أسواق لكن الرجل كان واضح أنه مؤمن فيها وحيسلم المشروع كما يقول لتشافي معناها لماسيا أيضا حتكون من إيجابيات فضل روح سلبيات أول واحدة ما عندوش علاقات في كرة القدم يعني ما عندو علاقات مع ميندز مع ميريولا ما عندوش علاقات مع السوبر إيجنت اللي محاكمين كرة القدم وهذا معناها أنه ممكن ياخد وقت كثير عشان يبلش يقدر يعمل صفقات خبطات مع النجوم وأنواع من الصفقات المسهلة بدل ما يدفع مرة يدفع على خمس سنين وهذه الأمور يحتاج وقت وبرشلونة ممكن يحتاج أسرع من فونتشوي هذه السلبية الأولى السلبية الثانية مرتبطة فيها أنه قلة خبرته ممكن يتوديك لصفقات غلط كيف جريزمان إيجا ملهوش مكان كيف كوتيني إيجا لعبوه مكان غير مكانه فممكن يتوديه لصفقات غلط وممكن يتوديه لضغوط غلط والله هذا حقه 160 مليون لعبوه هذا حقه 20 مليون مفيش داعي يلعب عليه مع أنه هذا أحسن من هذا الفريق يعني ممكن يدخله بهذه المشاكل اللي بتبلش تقلق توترات وبتبلش تقلق تحالفات داخل النادي فهنا هذه النقطة بتخوف عنده إذا ما لزم حدوده كإداري السلبية الثانية أعتقد أنه مش كثير مهتم بمسألة الشغف والمتعة وهذا الموضوع زي الأبورتة هو سيكون مدرب نتائج يعني ما عنده مشكلة يجيب سيميوني يدرب برشلونة مدام بيجيب له بالنهاية الدوري أو دوري الأبطاء هذه النقطة أعتقد جمهي برشلونة متخوفين منها لأنني أعتقد هذا الرجل رجل أرقام وليس رجل كرة قدم فهذا الشيح يكون ضده وأهم سلبية بالنسبة لي وما عجبتني فيه فكرة حسم أنه ما بده كومن وترديده اسم تشابي مئة مرة يعني أنا بدي تشابي 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 مئة شو ما عامل كومن يعني كأنه ما عم بينظر لكومن شو عم بيعمل وهذه نقطة بتخوفني منه أنه الرجل يعني مش عم بيعطي الشخص فرصته رغم أنه أيضا كومن أسطورة من أساطي البرشلونة فكان ربما مفترض يتعامل بشكل أفضل من تعامل مجرد واحد إداري عنده مشروع براسه وخلص بدي أعمله الإداريين بعض رحيان مزعجين جدا في الحياة زي ما بنعرف كلنا اللي بنشتغل بالشركات غياب الخبرة بزيد من سلبيته وفيه سلبية اللي هي التوقيت التوقيت ضد فونت فريق عنده ديون رهيبة فريق ممكن يخسر ميسي فريق لسه بديبني مشروعه فريق عم بعيش ظروف كورونا كل هذه الأمور اللي بعيشها الفريق وبعدين تجيب واحد بدون خبرة يعني هذا الخوف هذا الخوف توقيت ضد فونت هو واحد من السلبيات المهمة الشيء الأخير وهو افتقاد الكاريزمة ما عنده الشخصية تاعة لابورتا ما عنده اللي برمي تغريد بتلقى جمهور برشان كله ريتويت 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 ما فيه ما عنده هذي الكاريزمة هو رجل ببدلة يعني زي بسموه معنه لابورتا بير بس بدلة بس بتصرفش على إنه واحد إنه أمش خايف حدا يحكي عني ولا كده لا بحاول يكون دبلوماسي بحاول يكون سياسي بمعظم كلماته فهو رجل يعني خلين سميه بحاول يكون يعني بريستيج مش كاريزمة مش زي رؤساء أندي ممكن في إسبانيا فيهم كاريزمة أكتر أو كده في إنجلترا الكل راح على المدن اللي بيشبه فونت للعلم يعني رؤساء الأندي معظمهم هادين بدلات أرقام نتائج وريني تمام خلاص شكرا مع السلامة ما بتدخلوا كتير ما بحاول يكونوا الشوت على السوشال ميديا يعني ما بتسمعش رئيس نادي تشلسي عم بيطلع تصريح أو مان سيتي أو مين مكان للأندي عم بيطلعوا تصريحات التغريدات وحربوا ومحربوا وذلك كل الأندي في إنجلترا رؤساء أندي تراجعين لورا ومقدمين وجوه أخرى هذا الرئيس واضح إنه مش كاريزماتيك زي لابورتا لابورتا لما يدخل حياكلوا الجو حيكون هو المسيطر على الإعلام فونت على الأغلب حيطلع الناس أمامه بس هادي هل جمهور برشانة بده مين؟ أنا أعتقد جمهور برشانة مفضل شخصية أيقونية زي لابورتا لأنه تعود عليها هذا مختصر الإيجابيات في السلبيات لو سألتوني أنا قبل ما أسألكم أنتو لو أنا عندي حق التصويت صراحة هروح عن اللي واثق فيه ماليا قبل رياضيا لأنه زمن مالي أصعب من الزمن الرياضي وبالتالي حصوت لفكتور فونت هذا رأيي بالنسبة لكم لمين حتصوته؟ وشو شايفين إيجابيات سلبيات كل واحد؟ والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة